السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم انا اتكلم عن كسة الفنين الراحل شكر سرحان واعتزال والفن الذي لقبوه بفتى الشاشة مواليد محافظة الاسكندرية 13 مارس 1925 بدأ حياته الفنية في التمثيل في مدرسة الابراهيمية التحق باول دفعات والمحة العالي للفنون المصرحية وهو شقيق صلى سرحان وسامي سرحان وتخرج في المحة في عام 1947 كان اول فيلم رشح له هو هارب من السجن ولكن مخرج العمل استبدلوا بالفنان فخر فاخير كانت بداية والحقيقية في السينما مع فيلم نادية في عام 1949 بعدها قدم المخرج حسين فوزي امام الفنانة الاستعراضية نعيم عاكب في فيلم الحاليوبو ثم اختاروا المخرج الكبير يوسف شهير لبطولة فيلم ابن النير والذي يعتبر انطلاقته الحقيقية في السينما له في مجاله حقق دوره في فيلم ردة قلبي نجاحا صاحق حيث نال عن جائزة الدولة الاولى في التمثيل في عام 1959 بالاضافة الى الافلام قدم اعمال الازاعية ومسرحية وتلفزيونية عدد من اهم اعمال الازاعية بمسلسل المعدية اما في التلفزيون فقد قدم عدد مسلسلات منها بارل الملحة ملك نيا النصيب المشربية بالاضافات الى المسلسلين الدينيين على هامش السيرة محمد رسول الله كان للمسرح نصيب له في حيث قدم ببطولات سبع مسرحيات منها سيرك يا دنيا رجال الله حصل على العديد من الجوائز هما جائزة الدولة الاولى في التمثيل عن فيلم شباب امرأة اللس والكلاب بالاضافة الى حصوله مرتين على جائزة احسن ممثل اول عن دوره في فيلم الزجاء الثانية الندها كمنال حصل عن دوره في فيلم ليلة القبض على فاطمة على جائزة احسن ممثل من جمعية السينما يعتبر صاحب اكثر افضل مائة فيلم امتدت مسيرته الفنية منذ عام 1949 وحتى عام 1991 تنوعت ادواره بين الكوميديا والترجودية وصلت افلامه 150 فيلم بين البطولة المطلقة والبطولة الجمعية قام بادوار هامشية في ختام حياته الفنية وهو ما يجعله يتوقف عن السينما في احتزان نهايته في عام 1991 قال نجلة الفنان الراحل شكري سرحان في برامج لقد رحل جدي اعتكف في اخر ايامه في القرآن الكريم حتى عرفه بعشكل القرآن ولقب بعشق القرآن الكريم رحل في عام تسعتاشر مارس 1997 عن عمر ينهز 72 سنة ترجمة نانسي قنقر